الجزائر قطر خطوة أخرى نحو الأمام في مسار نقل العلاقات إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الواعدة على أساس الثقة المتبادلة علاقات مميزة يطبعها التواصل والتشاور الدائم بين البلدين حول مختلف الملفات والقضايا العربية والإقليمية والدولية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وتواصل اليوم ارتقاءها إلى مراتب أسما بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الدوحة تجسيدا لإرادة مشتركة تأتي هذه الزيارة الثانية للرئيس الجزائري إلى العاصمة القطرية بعد أولى شهر فيفري من العام الماضي رسمت بعدا جديدا للعلاقات بين البلدين قاطعة أشواطا كبيرة في مسيرة العمل ثنائي ورفع مستوى التعاون في مختلف المجالات بدورها ساهمت زيارة أمير دولة قطر إلى الجزائر خلال فيفري عام 2020 في ترسيخ التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة لسيما الاقتصاد والاستثمار على المستوى السياسي يؤكد الطرفان توفقهما التام بخصوص مختلف الملفات والقضايا المتعلقة بالعالم العربي والشأن الدولي والإقليمي وتنسيق مواقفهما بما يعزز الأمن والاستقرار في العالم في السياق تتوافق مواقف الجزائر وقطر حول ضرورة بلورة حلول سلمية للأزمات وتشجيع العمل على إرساء علاقات دولية متوازنة تحتكم لمثاق الأمم المتحدة ومبادئها الرسخة وتثمن قطر دور الجزائر الإقليمية والعربي وتاريخها المشرفة في حل كثير من النزاعات كما يشدد البلدان على أهمية دعم وتعزيز أطر وآليات العمل العربي المشترك وإعلاء قيم الوحدة والتضامن بين الدول العربية لتجاوز مختلف الأزمات الراهنة